في إطار التوجهات الرئاسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي آخر مستجدات عملية التحصين من الحمى القلعية والوادي المتصدع والتأمين على المواشي أشرت وزارة الزراعة لأنه تم إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة تحصين حتى الآن من خلال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع والتي بدأت في الرابع عشر من يليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين